موسيقى اخواتي ازاك اكمل مع النهاردة في حلقة جديدة هنا على هوم سينما اخيرا رجعنا نعمل فيديو جديد وده اول فيديو نرجع نعمله تاني بعد نهاية عشرين عشرين طبعا كل سنة انتم طيبين ده حيكون اول فيديو في السنة الجديدة الفين واحد وعشرين انا عايز اقول كم حاجة كده قبل مبدأ الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة النهاردة بقى الواحد صاحي بدري وغير عدته طبعا صاحي الصبح بدري عشان يعمل الفيديو اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة وكمان عشان نستكمل باقي لعبتنا على هومالون اللي هي اللعبة اللي بلعبها هناك آآ لعبة آآ فحبيت ان انا اصحى بدري عشان انجز اللعبة لان اللعبة طويلة جدا مبارا حتى لعبها بتاع سبعة ساعات واللعبة ما بتخلص حرفيا فالنهاردة قمت النهاردة صبح بدري عشان هكملها وخلصها آآ عايز اشكركم جدا على الدعم بتاع الفيديو اللي انا نزلته الفيلم القصير يعني اللي انا هكدت عامله اللي هو آآ نقطة بداية عمل التفاعل رهيب على الفيسبوك انا ما كنتش متوقع خالص جاب فوق الواحد وخمسين الف مشاهدة على صفحتنا على فيسبوك هوم سينما اتنين آآ انا بصراحة ما كنتش متوقع اردت الفعل ده خالص نهائي آآ وإلى حد ما على يوتيوب برضو نتائج المشاهدة الفيديو برضو كويسة جدا تقريبا معدية الواحد ونص تقريبا آآ آآ برضو ده بالنسبة لي رقم آآ فعايز اشكركم جدا على الدعم في الفيديو ده انا بصراحة مش عارف اقول ايه كنت ممسوك جدا ما كنتش متوقع خالص ان هو يعمل الارقام دي اتمنى بجد ان هو يكون عجبك يعني آآ الحاجة التانية كنت عايز اتكلم عليها الفترة اللي جاية انا من اواخر الفيديوهات انا كنت عاملها كان الفيديو اللي هو بتاع احسن ايه احسن افلام عشرين عشرين وايه اسوأ افلام عشرين عشرين آآ في افلام كتيرة جدا للأسف ما كنتش متفرج عليها في عشرين عشرين وبصراحة حصيت ان انا ظلمت افلام كتيرة جدا في عشرين عشرين بس انا غصبا عني انا ما كنتش اتفرجت عليها وبالصدفة البحتة من كام يوم آآ بعد ما نزلت يعني الفيديو بتاع التقلب وحصيت وتفرجت على كام تريلر كده لكم فيلم حصيت ان في كذا فيلم انا ما فرجتش عليه وحس ان انا ظلمتهم ان انا ما فرجتش عليهم يعني مسلا فيه زي فيلم باولم سترينجز سوري باولمس آآ باولمس سترينجز لسه صحي معلش آآ وفيه كان وفيه فيلم بتاعة شادويك بوزمن آآ كان في ايه تاني الله ما سأل عنا بي كان في ايه تاني كان فيه كان فيلم تانيين برضو ما تفرجتش عليهم آآ بتاع انتوني هابكنز في كذا فيلم ما تفرجتش عليه بجد حسيت ان انا ظلمت القايمة آآ بتاعة عشرين عشرين احسن افلام واحسن واسوأ افلام فبجد غصبا عني ان انا ما شفتش الافلام دي آآ ان شاء الله بايزن الله عندي حبة افلام كده عايزado تفرج عليها وان شاء الله بايزن الله حيبقى لها كم مراجعة كده الفترة اللي جاية آآ بس آآ دل بس اللي كنت عايزة اقولو اتمنى بجد يعني ان انا قدر اخلصهم كلهم لان فيه افلام كتيرة جداً انا كتبتها عندي فنوتا آآ هناك يعني عشان عايز اتفرج عليهم لانكان في افلام كتيرة قوي كانت زي ما تقول كده كانت مستخبية يعني متفهمش مستخبية تحت تحت التربيزة الواحد ما كانش يعرف عنها اي حاجة حرفين ده انا كنت بقلب بالصدفة اشوف لو كان في افلام تانية في عشرين وعشرين وكده لقيت في كم حاجة حلوة اه وفي فيلم ده بتاع رزق احمد برضو كتبته عندي ما فرقش عليه وفي فيلم برضو في حاجات كتيرة جدا عايز اشوفها هاني بس فان شاء الله بإذن الله فقارة فرصة هتفرج عليهم وفقارة فرصة ان شاء الله بإذن الله ان انا هعمل فيديوهات لان انا كنت قيل في الفيديو ده ان آآ خلاص آآ عشرين عشرين خلصت بافلامها بحاجاتها بسلطاتها بغنجها بكل حاجة فللاسف هتفرج على كام فيلم لان كده كده اصلا مصلحة لان الفترة اللي جاية اللي احنا او الفترة شهر يناير اللي احنا فيها دي على فكرة ما فيهاش افلام خالص انا دخلت على موقع الرسمي بتاع ايام دي بي قعد تقلب كده اشوف لو في حاجة حلوة بتاعة تستاهل الواحد يتفرج عليها ولا لا تقريبا ما فيش اي حاجة جاذبتني خالص الافلام الحلوة هتبدأ تقريبا في شهر شهر ثلاثة شهر اربعة شهر خمسة من بداية كده يعني انما اول شهر شهرين تقريبا ما فيش اي حاجة جديدة يعني بشدة الواحد فاحنا خلينا في الافلام كام فيلم اللي احنا نتفرج عليهم دول عشان حتى كمان حدي التقييم بتاعي عشان آآ كمان عشان نشوفوا الموضوع ده حيبقى ماشي زي يعني والافلام هتبقى كده بس فان شاء الله بازن الله اقرب فرصة اقرب فرصة هتفرج عليهم آآ انا اسف لو طهولت عليكم زيادة عن اللزوم النهاردة هنعمل هنا على جديد وهو لفيلم وقفت رجالة فيلم وقفت رجالة طبعا هنا قدامي معانا سيدة في شاشة هنا بتفرج ايوه آآ في معانا في فيلم وقفت رجالة سيد رجب مجد الكدواني بايوم فوقات شريف دي السوق اللي هو سبعة بعد اللي كان طالع في ميت ويش وامينة خليل محمد سلام وفيه كمان ساوسن بدر وصفاء الطوخي بصراحة كاست آآ كاست لست يعني محترم يعني آآ التأليف لهيسم ضبور ده اللي كان نقلف فيلم عيار ناري فيلم ده انا بحبه جدا بتاع احمد الفشاوي محمد منضوح ومالك واسمه ابو اليزيد وفيه كمان معانا آآ وكان نقلف كمان برضو الفيلم ده عجبني جدا والاخراج طبعا لأحمد الجندي آآ بعشق احمد الجندي بصراحة افلامه وطحفة بنك الحظ وفيه طبعا حرب العالمية التالتة ويوم ملوش لازمة وكان اخرج كزا جزء من الكبير وطير انت واتش دبور وواحد من يعني لا واحد من الناس كان مخرج مساعد سوري آآ اخرج كم حاجة حلوة يعني انا بصراحة بحبه المخرج ده آآ بصوا قبل عشان انا بصراحة عشان الناس ممكن تقول لي انت بتقفر مش بتقفر والكرام ده كله قبل ما اتفرج على التريلر بتاع آآ فيلم وقفة رجالة بصوا عشان برضو اكون يعني منصف شوية بس انا البوستر البوستر بيوحيلي شوية بالبوستر بتاع لاست فيجس مع الاسف قبل ما اتفرج حتى على التريلر البوستر شبيه شوية لفيلم لاست فيجس بتاع مورجان فريمان وكان فيه آآ مايكل كين تقريبا وكان فيه كم كان فيه ممسرين تانين تقريبا آآ عواجيز في السن يعني آآ او كبار في السن يعني حتى الفيلم ده اللي هو كان آآ الفيلم ده على فكرة كان هيباسمه عواجيز الفرح وبعد كده الاسم تغير اللي وقفت رجالة يعني قبل ما اتفرج حتى على التريلر آآ من البوستر مجرد من البوستر بس فانا هتفرج على آآ التريلر دلوقتي اتمنى اكون غلطان واتمنى اكون آآ يعني اتمنى ان انا اكون زي ما اقولوا كده لا مش شبه بس انا قلبي حاسس ان هو شبه هتفرج على التريلر وبعد كده ساعتها حنقر كالعادة مشوفش التريلر ورا مرة بتاع فيلم وقفت رجالة حشوفهم معاك دولة الاول مرة يلا بينا احنا متقابلين رمضان اللي فات يا مصطول ما رمضان اللي فات من ثلاث سهول عادل ارجوك بقى اقول لي ان انت موافق تيجي معانا سوما بي نسابر ازاي فاهمي بالعربية خدن معاك والنبي والنبي احنا 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 ريتسيي ريتسي يحبك الان الميوه وانت عايز انه مياو يحسين احقاك دلي ونرعك انت الان باست هله انا مش هما يعمل كده المستر شوك Francesca حبيقيا عظم بدلت العيد كده فيتا فيتا الوودت يا أمر اتبسة الانفذه او characteristic المستر شوك و ايش ترمو tutorials المستر لكرking اوكي يا جماعة بصوا اه التريلر حلو وزي ما بيقوله كده يعني هو مبهج مش وحش اه هو فعلا اخذ من زي ما كنت متوقع بالزبط حتى بينا قوي من البوستر بس يعني هو التريلر مبهج وبصراحة بصراحة بصراحة حلو جدا مش وحش خالص سيد رجب مجدد كدواني يعني ما فيش ولا واحد فيهم حسيته تقيل على الشاشة او حسيت واحد فيهم يعني اخد مكان حد كممكن يبقى احسن منه انا بصراحة من وجهة نظري انا شايف ان اه احسن واحد في طبعا مجدد كدواني وحسيت بالكوميديا بتاعت مجدد كدواني بتاعت زمان بتاعت حرمية في وحرمية في تايلاند اه بصراحة ممسوط جدا ان في مجدد كدواني والتاني واحد اه اللي كان موجود اه برضو بس اتبسطت منه هو سيد رجب عارفين كمان حسيت بايه وانا بتفرج على الفيلم او حسيت وانا بتفرج على تريلر برضو يعني غير ان هو متاخد من متاخد برضو شوية من فيلم اسمه ده برضو كان فيلم من الافلام بتاعت اه تقريبا على معتاخد اخد برضو منه سيكا اه بس هو انا بصراحة انا اتبسطت من التريلر جدا ولذيذ جدا مش تقيل يعني على القلب اه السؤال بقى هنا فكرة هخشه اتفرج عليه ولا لا يعني بصراحة الله اعلم عشان برضو اكون صريح يعني اكون صريح معاكم يعني مش هتحكي عليكم هشوف هخش الفيلم ولا لا اه هو هينزل تقريبا اتناشر يناير او تلتاشر يناير حاجة زي كده فاتمنى بصراحة يعني اتحمس واخش واتفرج على الفيلم بس بصراحة يعني هو شكله فيلم حلو مش وحش بس يعني حاسه مش سينما قوي يعني لو الفيلم ده كان من نزل على منصة من المنصات انا شايف من وجهة نظري كان عيبقى احسن يعني معلينة هشوف بصراحة عشان برضو ما اتحكش عليكم هشوف وهتفرج عليه ولا لا بس لحد الوقتي انا بنسبة رقبي لي الفيلم هو بصراحة سبعة من عشرة مش اكتر من كده آآ بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن فيلم وقفة رجالة اتمنى الحلقة يكون عجبتكم وان شاء الله شوفكم فيديوات تانية قريب ما تسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم ما تسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانيل التانية اللي اسمها هومالون حاسب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو حاسب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن وباي باي